دكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيخ قرضاوي ما موقفك أولا من هذه الضربات الجوية التي قامت بها قوات التحالف وهناك مشاركة عربية وقطرية أيضا على مواقع تابع للعقيد القذافي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اسمح لي يا أخي جمال أن أبدأ كلمتي بتهنئة الشعب المصري أولى أو ثاني هذه الثورات التي كسبتها الأمة العربية شعب المصري بالأمس جرب تجربة جديدة خاض انتخابات حرة لأول مرة والناس ذهبوا بعشرات الآلاف وبالملايين لأول مرة شخص يقول لأحس بأن لي قيمة إن صوتي حيكون له شأن حي يعني يعمل شيء أو ينفي شيء ما كان الناس ما كانوا يذهبون إلى الصناديق يقول لك اللي هتعملوا الحكومة اللي عايزاه الحكومة هتعملوا روحت أو ما روحتش حتمل الصناديق وتعمل اللي هي أشياء فما كانوا يذهبوا لأي استفتاء ولا لأي هذه الأشياء إلا تحلة القسم الناس ذهبوا بكثافة وأكثر من ثمانين في المئة وقال من قال نعم وقال من قال لا الأكثرية قالت نعم فهذا يعني أول مرة الناس يقول نقدم على انتخابات لا نعرف نتائجها إيه مين هيكون لي مين مع أن كل شيء بيبقى جاهز قبلها زمان فنحن نهنق الشعب المصري ونرجو أن نهنق عن قريب الشعب الليبي ونهنق الشعب التونسي من قبل ونهنق بعد ذلك الشعب اليمني والشعب السوري وكل الشعوب التي تتطلع إلى الحرية كنا نود أن لو استجاب القائد الذي يحرص على اسم القائد دائما والقيادة ليست مدرة كلام القيادة إحساس بالجندية القيادة ليست كلاما إنما زعامة حقيقية الزعيم هذا لو كان يعرف أن وراءه شعبا يحس به ما اضطرنا وما اضطر أمتنا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة لتفرض عليه أن يكف عن قتل شعبه الذي اضطر إخواننا الليبيين أن يرجعوا إلى هذا واضطر الجامعة العربية أن تفعل هذا وأن تطلب من الأمم المتحدة أن تغيث الشعب الليبي الآلاف قتلوا وفي كل يوم قتل وضحايا رجال ونساء وأطفال وشباب وشيوغ والذي يقتلهم هو المسؤول عن رعيتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي فلو كان هذا الرهدل راعيا ويحس بالرعاية ما قتل رعيته الشاعر يقول وراع الشاه يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئابه نعم فضيلة الشيخ هو البعض فعلا يعني يرى أن الحل المتاح هو هذا الحل في ظل الضعف العربي واستمرار القذافي بسفك دماء شعبي ولكن القذافي قال في كلمة بعد الضربات التي تلقتها ليبيا قال هذه الهجمات هي عبارة عن حرب صليبية ضد الإسلام ما رأيك هو حامي حما الإسلام يعني أين الإسلام منه الإسلام أن يقتل الناس اللي ربنا كلفوا برعايتهم أنه يهددهم أنه وراءهم في كل مكان شبر شبر وحجرة حجرة وزنجة زنجة وفرد فرد يتواعد شعبه بقتلهم هذا هو الإسلام أين الإسلام منه وهذا مسألة الحرب الصليبية نحن الذين استعنا بهؤلاء الشعب اللي بي هو اللي استعن به لأن الرجل لم يدعهم حتى آخر ليلة والمجلس الأمن يبحث قال لهم سأتيكم في هذه الليلة سأغزوكم لن يأتي الصباح عليكم إلا استعدوا أن تقتلوا فهذا أمر تقتضيه الضرورة كنا نود الرئيس الوزراء القطري قال كنا نود أن تكون في الجامعة العربية آلية لمعالجة مثل هذا الأمر ولكن للآسف ما عندنا نحن استعنا أيضا بهيئة دولية عندنا من استعن بالغرب كما يقول بعضنا نحن لم نستعن بالغرب إنما استعننا بهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن الدولي استعننا بهيئة عالمية لأن ماذا نفعل أمام الناس وكل يوم يقتل الناس بأسلحة ليس في منقدرتهم أن ينقوموها ماذا تفعل هذه الثورات هذه الثورات ثورات شعبية سلمية تقوم بتظاهرات سلمية لا يحمل أحد سيفا ولا سكينا ولا حجرا ولا عصا لا يحمل إلا حندرته يهتف إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد تنحية الرئيس أنا أقول هذا الناس في اليمن ولا يقالوه في مصر وقالوه في تونس ويقولونه في ليبيا فكان جزاؤهم أن يفعل بهم ما لا يجوز أن يفعل كان هذا أمر اضطراري إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها كنا نود مثل هذا الحكام أن يصغوا إلى شوقي وقد قال من حوالي قرن من الزمان حينما اكتشف قبر تتعانخ أمون الملك الفرعون المعروف قال في شوقي قال قصيدة شهيرة وكان من هذه القصيدة بيتان شهيران يخاطب فيها تتعانخ أمون هذا الفرعون القديم يقول له زمان الفرد يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين وأصبحت الرواة وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين حكم الفرد المطلق انتهى لأن هؤلاء الناس لا يريدون أن يفهموا هذا تمر عليهم الأيام ونسوا وجهلوا أن الشعوب تغيرت وأن الدنيا تطورت وأن العقدة انحلت وأن الشعب أراد الحياة واستجابت له الأقدار الشعلة انتقدت والشرارة انتهت وتهيوها لابد أن يحدث ما يحدث هؤلاء لم يفهموا التاريخ لم يقرأوا التاريخ ولو قرأوه لم يفهموه ولو فهموه لم يستجيبوا له فضيلة الشيخ أرجو أن تبقى معنا وهناك من يقول بأن هؤلاء الشباب هم أكثر دهاءا وكأنهم متمرسين أكثر من السياسيين القدامى نحن أمام ثورة شباب في الواقع أرجو أن تبقى معنا ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى قال إن قصف القوات الدولية لليبيا يختلف عن الهدف من فرض الحظر الجوي الذي أقرته الجامعة موسى أكد في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصري أن الهدف هو حماية المدنيين وليس قصفهم وضيفا أنه تجري حاليا مشاورات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات المنطقة العربية وخاصة في ليبيا إذن دكتور القرضاوي هذا ما قاله عمر موسى قال الهدف هو حماية المدنيين وليس قصف المدنيين بطبيعة الحال قال هذا هو الهدف من فرض الحظر الجوي مسؤول أمريكي أيضا رد على عمر موسى قال إن هذه الضربات هي في إطار تطبيق قرار الأمم المتحدة هل هذا يعني أن موسى يرفض توجيه الضربات الجوية برأيه؟ هذا عندنا قاعدة يعني فقهية معروفة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تستطيع أن تحمي المدنيين في شيء أساسي في قرار الأمم المتحدة وقرار مدلس الأمن وهو ضرورة حماية المدنيين من قصف القذافي ومن تتبعهم في كل مكان في مصرات أو في الزاوية أو في منغاز لا يريد أن يترك أحدا كيف نستطيع أن نحمي هؤلاء من ضربات القذافي وهو يملك أشياء كثيرة هذا ما يقتضي أن ندافع عن المدنيين القرار فيه نص وهو ضرورة حماية المدنيين لا نستطيع حماية المدنيين إلا إذا قلنا فقط نمنع الطيران نمنع الطيران هذا أشياء لازمة حتى نحمي المدنيين من تتبع كتائب القذافي ومرتزقة القذافي والقوات الجوية والقوات البرية والقوات البحرية التي كانت تضرب الناس في كل مكان لكي نحمي هؤلاء مضطرين أن نستخدم ما لا بد منه والكل أجمع أنه لا يجوز إنزال بري في أي مكان في ليبيا لا في مشرقها ولا مغربها ولا شمالها وجنوبها لا يجوز هذا ورد أيضا في القرار مجلس الأمن فضيلة الشيخ أيضا البعض يتحدث عن استخدام الخذافي لمدنيين كدروع بشرية في باب اليازيزية تحت عنوان أنهم يدافعون عن القائد في إزاء هذا الوضع رأي الشرع بهكذا قائد يستعمل شعبه دروع بشرية ما رأيه؟ هو العلماء فيه قضية في الفقه الإسلامي اسمها التترس يعني كلمة الدروع يسموها يعني يجعل الناس ترسا ملا واحد عنده أسارة مسلمين وجاب الأسارة دولوا حطهم قدام الجيش الإسلامي أو أطفال لا يجوز قتلهم أو نساء أو شيوخ الإسلام لا يجوز قتل أي واحد لا يجوز قتل إلا من يقاتل حتى في الحرب الرسمية رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقتولة في إحدى الغزوات فغضب واستنكر وقال ما كانت هذه لتقاتل فلا يجوز الإسلام لو جماعة من المشركين أو الأعداء جاءوا ببعض هؤلاء البشر الذين لا يجوز قتلهم واتخذهم تروسا فالعلماء لهم في ذلك فقه طويل عريض يعني له شروط وله قيود قالوا إن كان يعني يمكن الاستغناء عن هؤلاء إن كان نحتاج إلى قتل بعض منهم نقتل البعض ولا نقتل الأكثر يعني نقتل عشرة ما نقتلش خمستاشر وهكذا فالضرورات تقدر بقدرها الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الدكتور شكرا جزيلا لك